هذا السؤال يسأله الكثيرون إذا أردت أن أفصل الحديث في هذه القضية أحتاج إلى وقت طويل لكنني سأجيب على السؤال بالقدر الذي تتضح فيه الفكرة أولا التقليد هو حاجة إنسانية كحاجة الإنسان إلى الطعام إلى الشراب إلى النوم إلى الدواء إلى الراحة كحاجة الإنسان إلى الفرح إلى الحزن إلى الدموع الإنسان بحاجة إلى الدموع حتى لو لم يكن لها سبب الإنسان بحاجة إلى الضحك هذه حاجات يحتاجها الإنسان من دونها لن يكون الإنسان طبيعيا حاجات كثيرة في حياتي من جملة الحاجات التي يحتاجها الإنسان يحتاج إلى التعلم الإنسان من دون أن يتعلم بغض النظر هذا التعلم على سبيل القراءة والكتابة لا الإنسان كيف يمشي من دون أن يتعلم وبالمناسبة المعجزة التي حدثت عند السيدة شريفة هذه الفتاة اللبنانية التي قامت تمشي على قدميها كانت تتعثر لأنها لم تكن قد تعلمت المشي الإنسان بحاجة إلى التعلم يتعلم كيف يتكلم الآن هذه القضية يعرفها الآباء والأمهات الطفل الأول يتأخر في الكلام ليس كالأطفال الذين يأتون بعد الطفل الأول لماذا؟ يتأخر في الكلام لأنه لا يوجد أطفال معه يكلمونه فيتعلم الإنسان بحاجة إلى التعلم مثل ما بحاجة إلى النوم مثل ما بحاجة إلى الطعام مثل ما بحاجة إلى الشراب وبحاجة إلى التقليد لأنه لا يوجد إنسان يعرف كل شيء يعني الآن الإنسان يريد أن يمتهن مهنة من المهن ألا يتعلم هذه المهنة؟ فلابد أن يقلد التقليد بالمعنى الأصل لا بد أن تكون الجهة التي تقلد صحيحة وإلا لماذا تقلدها يعني الإنسان بطبيعته في أي عمل ديني أو دنيوي إذا كان الإنسان طبيعيا فهو يريد أن يعمل الشيء الصحيح فحينما يريد أن يقلد لا بد أن يقلد جهة صحيحة ولذلك التقليد في معناه الأصل لن يكون إلا للمعصوم لأن الجهة الوحيدة الكاملة الصحيحة هو المعصوم التقليد في أصله هو للمعصوم ليس لغيره في أصله فسؤال الأخ ماهر التقليد بدأ مع المعصومين إذا كنا نتحدث عن نبينا وآل الأطهار أما مع الأنبياء فبدأ مع الأنبياء من الذي علم الناس الخياطة؟ إدريس النبي من الذي علم الناس القراءة والكتابة؟ إدريس النبي الرواية هكذا تقول من الذي علم الناس النجار؟ أن نوح ولذلك هو كان قد أبدع في صناعة السفينة لأنه كان نجارا إذا نعود إلى كل الأشياء الزراعة وغيرها هي من الأنبياء الذي علم الناس الزراعة أبونا آدم هو الذي زرع وإلا من علم الإنسان أن يشق التراب ويبذر البذور ويأتي بالماء إلى سائر التفاصيل الأخرى أعود إلى موضوعنا الذي يرتبط بالتقليد في وسطنا الشيعي فالتقليد في أصله هو للمعصوم وللمعصوم فقط وهذا تتحدث عنه الروايات المرتبة الثانية من التقليد التقليد الذي أجازه المعصوم لشيعته وقطعا هذا سيكون أقرب إلى المعصوم هو أجازه فحينما يأمر الإمام المعصوم مثلا حينما يأمر الإمام الصادق بأن الشيعة يرجعون إلى زرارة أو إلى المفضل أو إلى فلان 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 حين يأمر الإمام الرضا أن الشيعة تعود مثلا إلى زكريا بن آدم وهكذا هذه أوامر صدرت من الأئمة وإجازات صدرت من الأئمة لهؤلاء الفقهاء والشيعة أن يعودوا إليهم وهذا تقليد هذا التقليد كان موجودا في زمان الأئمة ولكن هذا التقليد من الدرجة الثانية هذا لا يعطي العصمة لزكريا بن آدم ولا يعطي العصمة للمفضل بن عمر لكن هؤلاء أقرب شيء إلى الذي يريده المعصوم فكان التقليد موجودا لأن الشيعة ليست بإمكانها في كل وقت أن تتصل بالإمام المعصوم وهذا لا يمكن يعني الأسباب الطبيعية لا تسمحوا بذلك هناك شيعة عاشوا وماتوا وما رأوا أئمته إلى من يعودوا يعودون إلى القريبين من مناطقهم من أصحاب الأئمة فكان التقليد في زمان الأئمة موجودا إلى أن وصلنا إلى الغيبة الصغرى وكان هناك النواب الخاصون الأربعة والذين حولهم عدد كثير من النواب أيضا غير النواب الأربعة الذين كانوا دونهم في المنزلة القضية مستمرة بنفس الطريقة التقليد في الدرجة الأولى للإمام المعصوم وفي الدرجة الثانية للذين أشار إليهم الأئمة وأجازوا للشيعة أن يرجعوا إليهم دخلنا في الغيبة الكبرى فعندنا التوقيع ارجعوا إلى رواة الحديث وأما في الحوادث الواقعة فارجعوا إلى رواة حديثنا أو رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم أو ما جاء في الروايات الأخرى هذا التقليد المرحلة الثالثة وهو الرجوع إلى رواة الحديث فسؤال الأخ ماهر متى بدأ التقليد هذه بداية التقليد التقليد بالدرجة الأولى بدأ مع رسول الله ولكم في رسول الله أسوى حسنة هو هذا التقليد هذا التقليد للمعصوم ونحن نقلد المعصوم في الأحكام والعقائت الفقهاء لا نقلدهم في العقائت لماذا؟ لأنهم لا يملكون العصمة المعصوم نقلده في الأحكام والعقائت في كل شيء نقلده فالتقليد بالدرجة الأولى للمعصوم في الحالات الاستثنائية في زمن الأئمة الأئمة أشاروا إلى هؤلاء الصحابة وهؤلاء أيضاً يقلدهم الشيعة في العقائت وفي الأحكام الإمام أشار إليه الإمام ما قال لهم ارجعوا إليهم فقط في الأحكام هم سألوا في أمور ديننا إلى من نعود أمور الدين أوسع من الأحكام وهذا الأمر بقي جارياً إلى نهاية الغيبة الصغرة ولكن لا يعني ذلك أنهم معصومون لأنهم هؤلاء أيضاً أخطأوا وحينما نقل الشيعة كلامهم الأئمة قالوا لا ليس القول ما قال الهشام كما قال الإمام الكاظم حينما نقلت الشيعة له كلام هشام ابن الحكم وهشام ابن سالم وهؤلاء رموز شيعية من الدرجة الأولى قال ليس القول ما قال الهشام وصلنا إلى عصر الغيبة الكبرى فصار التقليد لرواة الأحاديث إلى زمان الشيخ الطوسي تقريباً إلى زمان الشيخ الطوسي كانت عملية التقليد تجري عند كثير من الشيعة لا أقول جميع الشيعة لأن البعض من الشيعة رجعوا إلى ابن الجنيد وابن الجنيد كان يفتي بطريقة مشابهة لطريقة المخالفين ورجعوا إلى ابن عقيل لكن هناك من الشيعة مثلاً من رجعوا إلى ابن قولوي من رجعوا إلى ابن أبي زين بن نعماني صاحب الغيبة وابن قولوي صاحب كامل الزيارات هناك من فقهاء الشيعة من كانوا أمثال هؤلاء هؤلاء كانوا يفتون بنفس طريقة المفضل وزرارة نفس الطريقة التي كان يفتي بها أصحاب الأئمة فكان مجموعة من علماء الشيعة هؤلاء مطمورون لا أحد يتحدث عنه لأجل أن تطمر طريقته إذا ذكروا ذكروا بأن لهم كتب حديث وانتعين بينما كانت الشيعة ترجع إليهم كانوا مراجع الشيعة لكن إلى زمن المفيد لم تكن هناك المرجعية متبلورة بشكلها الرسمي تبلورت بشكل رسمي واضح في زمن المفيد ولكن بقيت القضية مشابهة للسابق المرجعية اتخذت الشكل النهائي الذي عليه الآن في زمان الطوسي وبالذات حينما انتقل إلى النجف حتى حينما كان في بغداد لم يكن الأمر هكذا لما انتقل إلى النجف تبلورت المرجعية وبقيت على شكلها كما هي عليه اليوم ولربما من رموز هذه القضية إلى الآن مسجد الطوسي هو مركز الحوزة العلمية في النجف هو هذا بيت الشيخ الطوسي الذي كان مركز الحوزة العلمية في النجف آنذاك لا زال هو هو جامع الطوسي مسجد الطوسي هو بيت الطوسي نفسه وهو المرجع الأول الذي لم يستطع أحد أن يفتح فمه معه من يقول كلمة ينتهي وهو أول مرجع سن المرجعية الوراثية ابنه من بعده ما يقرب من ستين سنة بقي مرجعا خمسة وخمسين سنة أو أكثر ابن الشيخ الطوسي صار مرجعا للشيعة والقراءن الموجودة تدل على أنه لم يكن على علم كثير لم يكن على مستوى علمي كثير حتى حاروا في أن ينسبوا له كتابا فنسبوا إليه كتابا من كتب أبيه أمال الطوسي صحيح هذا الكلام سيردونه وكذبونه ولكن الحقائق الموجودة على أرض الواقع هي هذه وكتب العلماء تقول فقهاء الشيعة مئة سنة من زمان الطوسي ما استطاع أحد أن يفتح ثمه أي تصنيم وأي صنمية تلك الصنمية التي بقيت إلى يومك هذا إذا كان سؤال الأخ ماهر عن التقليد التقليد فهذا بدأ مع رسول الله نحن نقلد رسول الله أساسا التقليد هو لرسول الله ولكم في رسول الله أسوة حسنا هذا التقليد والتقليد كان في زمان الأئمة موجود عليك بزكريا بن آدم فإنه المؤمون على الدين والدنيا التقليد كان موجود في زمن النواب الأربعة التقليد في بدايات عصر الغيبة الكبرى إلى زمان الطوسي كان هناك اتجاه الناس تعود إلى علماء يحدثون بحديث أهل البيت بعيدا عن هذه الطريقة التي نحن الآن ابتلينا بها بالطريقة الشافعية الموجودة أما من أين ابتدى التقليد الذي اتخذ لباسا كهنوتيا يعني الآن نحن لو نجمع كل مراجع الشيعة في شرق الأرض وغربها ما يعدلون خمسة بالمئة من علم ابن أبي عمير محمد ابن أبي عمير محمد ابن أبي عمير عالم نابغة من نوابغ التشيع محمد ابن أبي عمير ينقل عن أنه يحفظ من أحاديث المخالفين ينقلون عن يحفظ عشرات الآلاف من أحاديث المخالفين قد تصل إلى مئة ألف عشرات الآلاف ويحفظ أكثر منها من حديث أهل البيت والرجل كان قماشاً عنده دكان في السوق يبيع القماش والشيعة ترجع إليه تعود إليه في أمورها هو رجل يلبس اللباس الموجود ويعمل في السوق لا من تقية لأن أصحاب الأئمة الذين أمر الأئمة الشيعة بتقليدهم كانوا هكذا يعملون لأن الأئمة ما أرادوا أن يصنعوا رموزاً تقف حاجزاً معترضاً فيما بين الشيعة وبينه حينما حاول البطاعن أن يفعل ذلك الإمام الكاظم قال له في أيام حياته قبل أن يسجن قال له أنت وأصحابك أشباه الحمير وهذا كان من كبار مراجع الشيعة في وقته هذا الذي انقلب على الإمام الرضا بعد ذلك البطائن الذي أسس المنهج الواقفي هذه الكهنوتية بدأت من زمان الشيخ الطوسي والدليل على هذه الكهنوتية ابنه الذي لم يكن متميزاً بشيء استمرت مرجعيته إلى ما يقرب من ستين سنة ونفس المخالفين حين يذكرون ابن الشيخ الطوسي يمدحونه ويقولون كان متديناً متديناً بعدم سب الصحابة ما كان يطعن بالصحابة هذا في كتب المخالفين موجود ويذكره علماؤنا أيضاً في كتبهم من أمجادي والآن في كتب التراجم في كتب الرجال حين يتحدثون عن مراجع الشيعة خلال مئة سنة بعد الطوسي يسمونهم بالفقهاء المقلدة يعني فقهاء ولكنهم يقلدون الطوسي كيف فقهاء؟ بحسب اصطلاعاتكم كفقهاء يسمونهم بالفقهاء المقلدة هذه المئة سنة بعد الطوسي تسمى بمئة الفقهاء المقلدة من أن الشيعة ليس عندهم فقهاء وإنما ما سموا بمراجعهم عبارة عن مراجع يقلدون الطوسي ماذا نقول؟ على أي حال فإذا كان الأخ ماهر يسعى عن بداية التقليد التقليد منذ زمان رسول الله تقليد بالمستوى الثاني عرف وصار بشكل واضح في زمان الإمام الباقر بشكل رسمي وواضح حين أمر الإمام الباقر أصحابه أن يعودوا إلى بعض الرموز الشيعية من أصحابه الفقهاء الأجلة بدأ بشكل واضح وصريح وإن كان هذا موجوداً حتى في الأزمنة التي سبقت زمن الإمام الباقر لكن أقول بشكل رسمي وبقي التقليد مستمراً إلى زمان الطوسي منذ زمان الطوسي بعد أن انتقل إلى النجف أضيفت هذه الصبغة الكهنوتية على التقليد هذه الصبغة ليست من أهل البيت هذا التقديس وهذه الإضافات التي أضيفت هذا ليس من أهل البيت نعم الآن الموجود جزء من منظومة التقليد مرتبطة بأهل البيت وجزء الثاني وهو الكهنوت المضاف إليها هذا ليس من أهل البيت إذا كان الأخ ماهر يسأل عن هذه القضية هذه ابتدأت منذ زمان الشيخ الطوسي المتوفى سنة 460 للهجرة الموضوع هذا يحتاج إلى تفصيل كبير ولكنني أكتفي بهذه العجالة